خلينا نروح للأخبار المحلية وعلى رأس هذه الأخبار يمكن أنا اتكلمت عنه في البداية وهي الناشئات احنا اتكلمنا عن الشبات في كرة اليد واللي فازوا بالمركز التاني في فضيط أفريقيا وروحنا كأس العالم بعد خسارة الفايلة من أنجولا 18-17 الشبات الناشئات بيحظوا بيحظوا نفس حزو الشبات الحقيقة ان هم موليد 2004 ضمنا التأهل لكأس العالم طبعا المتخب بعد فوز على كل من سريديون وبركينا فاس وغينيا بيساو كده تصدر الترتيب في مجموعته ضمن التأهل لكأس العالم لأنه بياخدوا أول أربعة طيب المنتخب بيضم في صفوف 16 لعبة هم كنزي حاتم لجين أسامة مريم عمر جنة صلاح مريم محمد فاطمة محمود جهاد واقل جود أحمد لبنى أشرف ملك أحمد ملك هشام منة الله الحناوي ندين طارق نوال خليل رون العربي شروق محمود طوقة كامل وزي ما قلت لحضراتكم أمنياتنا وأحد رسائلنا هنا أن احنا نشوف منتخب للسيدات لكرة اليد منتخب كبير والحقيقة احنا ماشينا على الطريق اللي انا شايفه ده احنا ماشينا على الطريق الصحة طيب هنروح لمنديال الرماية اللي بتجرأ أحداثه في أو جرت أحداثه هنا في على أرض مصر مصر تحصد المركز الثاني في مصابقة التارجيت سبرين في منديال الرماية منتخب مصر الرماية حقق المركز الثاني في مسابقة التارجيت سبرين في بطول الكأس العالم للرماية البندقية والمسادسة بتتلاقي على مدينة الرماية الجديدة في مدينة مصر الدولية للععاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية البطولة بتتلاقي في الفترة من 27 فبراير لحد 8 مارس تدفع لأرض مصر ومستمر حتى 8 مارس المدينة الفضلية دي جات عن طريق علي كمال وميرة أحمد أما المركز الأول والثالث فكان من نصيب لعيبة بريطانيا بريطانيا منتقدمة في هذه اللعبة ولو روحنا لمنفسات الفردي فهلاقي لعيبة منتخبنا سيطرت على المدينيات فكريم عبد الناصر حقق المدينة الزهبية وطرق ثروة حقق المدينة الفضلية وأحمد فهيم حقق المدينة البرونزية ألف من المبارك للرماية الحقيقة بتبقى قمة النجاح لما تنجح إداريا تنظيمين بالبطولة طبعا وتنجح فنيا وهو ده اللي احنا عايزينه يبقى الترجي بتاعنا الفترة الجاية تنظيم البطولات بيديك دافع أن تقدر الملعب والجمهور بيديك الدافع أن تقدر تحقق لبلدك يعني ترتيب أفضل لابد أن يكون هدف كل اتحاد الدعم موجود البنية التحتية موجودة الكوادر المصرية موجودة ولكن يبقى الجهد من الاتحاد والتخطيط والإعداد الجيد عشان تنجح البطولات تنظيميا وفنيا وهو ده اللي احنا نفسنا يحصل دائما أننا أي اتحاد بقدم أخد بطولة بطولة عالم أو 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 لازم أكون مستعدلها فنيا جيدا عشان اسم مصر لازم يكون على منصات التتويق طيب خلينا نروح لخبرنا النهائي وهو التنس منتخب التنس ونتعارفين في بطولة عالمية بتنظم اسمها كأس ديفز بطولة قديمة بيشارك فيها منتخبات الدول عندنا مباراة في التصفيات مع أبروش منتخبنا الوطن الرجال التنس الأرضي هيتدرب بكرة آخر تمرينة ليستعداد لمواجهة أبروش في المباراة الفاصلة للصعود للمجموعة الأفرؤوربية الثانية قرية البطولة هتتعامل بكرة بإذن الله والمطشات هتبقى أيام الجمعة والسبت على السنتر كورت في نادي الجزيرة منتخبنا بيضم بين سفوفه محمد صفوت وكريم مأمون وعمر عصراوي وأكرم السلالي ومايكل صبحي وبيدرب المنتخب كابتن حسن العروسي المطش هيبقى عبارة عن خمس لقاءات اتنين فردي وبعدين مطش زوجي وبعدين مطشين فردي تاني واللي يفوز بالثلاث لقاءات يكسب المباراة طبعا بيكون فيه تباديل وتوافيق للمنتخبات عشان تدفع وتقدر تحافظ على ساعات ممكن تخسر مباراة أو مش تخسر تبقى مباراة يعني صعب عليك فبتركز في اللي بعدها عشان ما تجدش اللعيبة مهم جدا التنس ان احنا نرجع سنتر كورت في نادي الجزيرة ده لقصة كبيرة السنتر كورت بدأ في البداية كتنس وبعد كده اتقلب بقى بسكت وتعامل عليه على فكرة مباراة في بطولة اوروبا السنتر كورت او الملعب الدائري بنادي الجزيرة كان ملعب بسكت مكشوف فترة من الفترات ورعد كده رجع تاني ملعب للتنس الارضي ملعب من الملعب اللي انت تشوفها على الطراز الملعب الفرنسية والاوروبية سنتر كورت من الملعب الجميلة الحقيقة ولسه محتفظة بطرازها القضية